شرعت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأحد بمناقشة مشروع قانون معدل لمقانون التنفيذ لسنة 2021 وزير العدل أحمد زيادات قال إن عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي وصل حتى الأول من نيسان إلى 148 ألف مدين وأن القانون هدفه الحد من حبس المدينة وضوع الاعتمام إحنا عنا الآن اعتمام إلا عدد ما هو اعتمام كبير عنا كريف واللي هي شركة تابعة للبنوك بتقدم المعلومات الاعتمامية لا إحنا بنا للمواطنين نفسه هلأ للمواطنين هون نعم هلأ كيف تعملوا قادية نفسه اللجنة التي شكرت وضعت بدائل ومنها تبكين المواطنين بالحصول على المعلومات الاعتمامية يعني قبل الثلاث سنوات راح يكون هذا النظام جاهز وهذا راح يكون كله جاهز قبل ما ينفذ هذا القانون بالتوازي بالتوازي وضع الحبس على الزامات التعاقدية غير موطنين بيكون نتيجة عجز وليس نتيجة تحايل فبذلك الوقت راح يكون في نظام اعتمام ورح يكون في أيضا بداء الأخرى غير المعلومات الاعتمامية متوافرة حتى الناس تقدر تبرم عقودها وهي مطمئنة لمن يتعامل معها رئيس اللجنة القانونية المحام عبد المنعم العودة تأكد أن مشروع المعدل لقانون التنفيذ يحقق توازنا ما بين الدائن والمدين وصولا لتحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام وفي بعض الحالات أيضا والتي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية وسلبية وضرر بأفراد عائلة المدينة أمر الدفاع صارنا سنتين موقوف الحبس وموجب أمر الدفاع وصارنا سنتين يا باهي خلينا نحكي على بكل صراحة اللي فوق الخمسة الاف حقوق هم أيضا معطل إذا بدك تيجي من الزاوية الأخرى اللي انت بدك إياها اقرار القانون هذا لمصلحة الناس الناس مصالحها معطلة بسبب أو أمر الدفاع بدك تلازم إذا ما نقرر القانون هذا ما بتوقف أمر الدفاع لأنه فيه ضرر اجتماعي كبير جدا ما خلفته كورونا ومن أثار اقتصادية على الاقتصاد الوطني وعلى العلاقات المالية ما بين الناس وبعضهم كبير جدا جدا القانون اليوم صحيح فيه جوانب إيجابية مثل ما حكى أخوه عمر فيه جوانب عليها ملاحظات ينظر إليها أنها قد تشكل خطرا بالمستقبل اللي هي فيما يتعلق بالعلاقة العقود هاي العقود نفاذها بعد ثلاث سنوات بوايتها مش اليوم في هذه المادة التي أنت تتحدث عنها هذه لن تنفذ بمجرد إقرار القانون هذه بعد ثلاث سنوات يعني موقوفة مجمدة إلى مدة ثلاث سنوات تنفذ بعد ثلاث سنوات من اليوم من نفاذ القانون نواب أكدوا على ضرورة تحقيق العدالة بين الطرفين الدائن والمدين في تعديلات القانون الجديد طيب ما هي أنت بدأت باب أو شق آخر أنه أول إشي هذا النساء جربت بيطلعوا هذا هو النقطة النقطة الثانية تتغلق بالحصول على الإجاب يكون فيه مشكلة كبيرة جداً بعملية التأجير يعني حتى راح نشدد بقضية أني أنا ما أجرب إلا لم أجيب كذا وإجيب كذا وإجيب يعني يضطر صاحب الملك لأنه يشدد من إجراءاته وهذه برضو فيها إشكالية بس أنا فيه أمور مليئة وأنا رحت على تاجر وأخذت من عنده بضاعة ما عندي كان المقدرة أني أسده هو يبدو يتحمل مسؤوليت بس أنا بدي أفرق عن واحد أجارته بيتي لأنه أنا ممكن هذا يكون المالك هو قوت عيشه من هل من الأجار اللي بيجي إذا بكرة بده ما بيحس المستأجر مثلا على سبيل المثال أنه هذا ما في حبس أو ما في خوف من شيء أو عقوبة رادعة أنه ما يدفع التزامات بكرة الكل ببطل يدفع التزاماته و 67% من الشعب الأوردن المستأجرين عقود الأجار دون الخمس آلاف فوق الخمسين بالمئة من عقود الأجار انسى لستثن العقود التجارية اللي بعمال غربية واللي بهاي أنا بحكي على المناطق الشعبية عمال الزرقة إربد المحافظة جراش المحافظة عجلون المعانة الطفيلة ما في واحد منستأجر كثر من خمس آلاف ما نأتي هذا بدي يصير أنا كبدأ وازف هالمعادلة نتأمل في المحافظة على العقود بالأخص على العقود